الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة حتى خرج العديد من المحللين والمراقبين يتنبؤون بمستقبل مختلف لمنطقة الشرق الأوسط في ظل تركيز ترامب على قضايا المنطقة بشكل يختلف عن تعامل الإدارات السابقة إلا أن نهج الرئيس الأمريكي الذي أكمل عامه الأول دفع الكثيرين إلى تشكيك في حكمة قراراته خاصة القرار المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل وهو ما تسبب في حالة من الغضب العربي دفعت إلى تأجيل زيارة نائبه مايك بينس إلى الشرق الأوسط بسبب رفض عدد من زعماء المنطقة لقائه تأجلت زيارة بينس إلى المنطقة عدة مرات واستحالة من الرفض العربي للزيارة وهو ما يجعل مهمة نائب الرئيس الأمريكي في المنطقة صعبة بحسب ما تؤكد الصحف الأمريكية التي ترى أن الزيارة تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة بسبب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في حين أشارت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تحديدا إلى زيارة بينس إلى مصر وقالت أنه على الرغم من الكيمياء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظره الأمريكية فإن قرار نقل السفارة إلى القدس تسبب في حالة غضب شعبي في المنطقة أدت إلى تعكير الأجواء بين الولايات المتحدة ومصر إلى حد ما وهما يجعل مهمة بينس في إعادة ترميم العلاقات المصرية الأمريكية صعبة